انظمة خاصة وانابب بلاستيكية وبعض المحاليل المغذية كل ما تحتاجه هذه النبتة حتى تنتج اجود انواع الثمار بلا تربة وباقل الكلف معتز احد المتخصصين في مجال الزراعة المائية في غور الاردن يتابع يوميا حال هذه النبتات للتأكد من ان الامور تسير كما خطط لها فهذه الزراعة تعتمد بشكل اساسي على فكرة اتصال جذور النبتات بالمياه مباشرة من دون الاستعانة بالتربة الآن زراعة المائية هي موفرة للمياه بشكل كبير جدا تصل نسبتها لثمانين بالمية تقريبا الزراعة المائية الآن تطور الموضوع نقدر انه احنا نزرع بمساحة قليلة جدا اكبر عدد نبتات في الزراعة الرأسية نحو ست نماذج للزراعة المائية تختلف باختلاف تصاميمها وغالبية هذه التصاميم اصبحت تنتج محليا بعد توافر المعدات والادوات اللازمة لانتاجها ففي هذا المصنع في الاغوار الشمالية يتم التحضير لانشاء انظمة متنوعة للزراعة المائية بدءا من بناء الهيكل الحديدي الى الانابيب البلاستيكية الخاصة التي لا تتفاعل مع المواد المغذية فيه اشي للمنازل وفيه اشي مثلا للمزارع وفيه اشي تجاري الآن بنسبة للمنازل ممكن مثلا يتشاركوا عمارة سكنية ممكن يتشاركوا ببيت واحد توفر لهم 300 شتلة ممكن بالزرعة تكلفتها بتراوح بين 2000 دينار لل 4000 دينار حسب المعدات اللي بتضيفها على النظام الكلف العالية لانتاج انظمة الزراعة المائية في الاردن يأمل المزارعون ان يتم تعويضها من خلال حجم الانتاج الذي يصل الى اضعاف الزراعة التقليدية والاستغناء عن بعض الممارسات في الزراعة المائية الا ان اكثر ما يهدد هذه الزراعة هو العدوى الفيروسية خطر تسعى بعض المزارع لتجاوزه باستخدام وسائل وقائية تضمن عدم دخول ملوثات خارجية للنباتات عدة ممارسات بالزراعة التقليدية انا امارسها مثل حراثة الارض طهويتها والى غير ذلك هالممارسات بالزراعة التقليدية بدها وقت وجهد على عكس ذلك في الزراعة المائية ان هذا البيت كامل الانت شايفه بس في ثلاث عمال بدش كمية الانتاج اللي اخذها فانا باخذ عندي اربع اضعاف من الانتاج في الزراعة المائية ادارة مشروعات الزراعة المائية تعد تحديا اخر فمثل هذه الزراعة تتطلب معرفة علمية وتقنية خاصة لادارتها بالشكل الامثل فعدم امتلاكها قد يهدد المشروع الزراعي بخطر قد لا يمكن السيطر عليه وفق المتخصصين وهو احد الاسباب التي تحد من انتشار هذه الزراعة في الارضن رغم المميزات التي تقدمها الزراعة المائية للمزارعين الا ان نسبة انتشارها في الارضن وفق المتخصصين لا تتجاوز خمسة في المائة بسبب ارتفاع كلفها الانشائية رعد بن طريف المملكة الاغوار الشمالية